نبقى في المغرب وفي جديد الوضعية الوبائية بالمملكة وفي أحدث حصيلة للمصابين بالفيروس أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 106 إصابات مؤكدة جديدة بالوباء إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 4529 حالة وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 1055 حالة بعد تماثل 71 حالة جديدة للشفاء فيما وصل عدد الوفيات إلى 171 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة